السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة يوم إن شاء الله رايح نشارك معكم مروتيني المسائي دايما مع النشاط والفيديوهات المحفزة إن شاء الله هنكون نعطي لكم أفكار تكونوا تتفادوا منها وإذا عجبتكم هاد الفيديو نقول لكم خليولي لايك ومتنسوش تشتركوا في القناة ويلا نبدو نبدو على بركات الله كما راكم تشوفوا وراني مع الحوايج نطوي ونجبد وكاين حاجات رايح نخبيهم مع لابلكم البنات راح بدأ يبرد شوية الحال خاصة مع صباح بكري ومع العشيها كمع المغرب تحسوا بهذه البرودة يعني لازم نبدو نجبدو لولدنا الحوايج تعل خريب كما كم تشوفونا رايح نرفض كامل حاجات على الصيف يعني اللي فريمان باردة كما هاد اللي بتيت جوب والشاخت كل شي نرفضو ونحاول نجبدو لهم اللي يكونوا شوية دافيين هكا يكونوا تاع الكوتون ويكونوا باليدين بنسبة اللي بول دمي مانش كيف كيف نرفضهم يعني كامل حاجات لي تتعلق بالصيف نحطهم في دي بوات ونعليهم كامل في البلاكار يعني ما نخليهمش ما نخليهمش على الطريق دايما أنا عندي الحوايج تاع الصيف نرفضهم وفشتة كيف كيف نرفض الحوايج تاع الشتة كما كم تشوفو رايح نطوي في الملابس الصيفية نحاول نطويهم ونرتبهم كامل نحطهم جانبا أنا عندي دي بوات نرتبهم لداخل ونعليهم كامل في البلاكار ان شاء الله هكاش نهر نشارك معكم الطريقة اللي نخزن فيها ملابس اللي تكون مشي تاع الفصل يعني اللي نستعملوها هذه هي ووهنا كما كم تشوفو راني دايرا زوج سليلات وحدا ندير فيها كامل الملابس اللي صغاروا على أولادي رايحة نصدقهم نمدهم مشاء الله ليحداجهم والسلة الأخرى صغيرة نحط فيها الحاجة اللي نستغنى عليها ولا نرميها كما هاد اللي فيزو كما كم تشوفو مقطعين يعني بزف يتقطعوا لي كلهم في هاد المنطقة كما كامل على بلكم يعني الحاجة اللي نصيبها مقطعها ولا مدبوغة بيانسيو غريحة نرميها وبنسبة الحوائج اللي جبتهم جبت لي بيجاما اللي يكونوا تاع خريف يعني يكونوا شي يدافيين وبليدين وكيف كيف جبت لي بيول كامل تاع الكوتون كما كم تشوفو لي يكونوا مانشلون وركزت ركزت على هاد اللي جيلي هادو أنا نستعملهم بزف صراحة في هاد في هاد لعسيزون يعني في الخريف يعجبوني بزف بزف عمليين تقدرو تلبسوهم لهم هكا يعني تزيدوهم لهم ومبعد مع العشية اذا كانت تسخانة بزف يقدرو ينحوهم كما كم تشوفو هكا تلبسو لهم انبول خفيف هكا ومبعد حتى فوق الطابلية تقدرو تلبسو لهم هاد اللي جيلي واذا كانت سخانة بزف لابخيميدي يقدرو ينحو جيلي تحهم فاسيلا منسبة لهاد الجيليات أنا بزف نشريهم الماركة اشي ام اللي حبت تشري يعني حويت شابين أنا ننصحكم بهذا الماركة كما كم تشوفو نطويت كامل حويت شتاع الخريف وحاولت رتبهم له ورايحة نحطهم هكا على اليد والحاجة يعني لنقدر نستغنع لهم يكونوا باردين ولا نخبيهم ونبعدهم يعني كامل ما يشوفوهم بنسبة للصراول أنا كما قلت لكم في فيديو هات سابقة نلبس لبناتي لجين هكا يعني بخاتيك وعمليين سخطو القراية يعجبوني بزف جبت لهم ثاني هاد اللي جيلي هاد اللي جيلي ثاني نفع بزف في الخريف على بلكم كي تبدأ شوية برودة هذي كتعلافنا اوكتابر كامل يعني ملاحظ اللي جيلي بزف يدفي وعمليين ما يسخنوهم ش بزف يعني يجو صومان رايحين يساعدوهم بزف واذا سخنو ينحوهم ويجيهم حاجة خفيفة هاد جيلي هاد جيلي اغلب اغلبيتهم من مركة اشي ام أنا قلت لكم اشي ام زعمالي حب تشري فغيما مركة بزف شبه ومع الخسيل يعني الحوائج يقعدوه هما هما هذي هي بنسبة اللي جيلي نديرهم نديرهم فلساندخ ما نطويهم هكا نعلقهم في القردغب يعني يقعدو بينين وليحتاج حاجة رايحين نحيها بسهولة ويردها ايضا بطريقة سهلة هذي هالبنات انا نحاول نرتب كامل هذ الحوائج انشاء الله ونزيد هذي كولون لهنا وليفيزون نعاود نزيد نطويهم ونرتبهم مليح ونحطهم لهم في الخزانة تاحهم وهنا احبيت نشارك معكم البنات هذي جوكينغ والسيغبات مان اللي لقيتهم عند كيابي صراحة نعجبوني بزاف بتاع الخريف والشطة قلت نشارك معكم انا مرييتهم يتباع الصروال واحدو ولي بل واحدو البانتالون كان بـ 90 ألف برق مشي غاليين ولي بل كان ب 140 مل يعني تماريا ومليح اللي كولا كيما الصروال كم تشوفو هو في القري بصح فيه شوية هذة الصومون اللي جا بزاف شباب مع البل اللي هم هالأمر وحب تشري ونقول هاد دور يمليح في كيابي رايح تلقي بزاف سلعة شباب برق حوس مليح لابلكم كيابي المغازم بزاف كبير دور مليح رايح رايح تلقاو دي بانتالون وحدهم ولي بول وحدهم وتماريوهم يعني يجيكم جوكينج بزاف شباب ودافيين يعني لكاليتي تحو شباب ومل داخل مقطنين ودافيين ولا كولا كين في الموتارد وكين ثاني في هذا السومو وكين جو بلو كامل صراحة شبي ووالا انشاء الله نكون فتكم اللي حبت تروح تجري الكيابي ما زالوا كينين انا هذي غير السومان باسي الويكند اللي فت شريتهم صح ما زال عندهم وبيانسور يزيدوا جيبوا سلعة جديدة ووالا هنا بعد ما رتبت كامل الحوايج في البلاكاغ يعني نرتاح بزاف كين نرتب البلاكاغ بناتي ومازال برك تعوليدي مازال جاي نهار وحد آخر انشاء الله ننظمهم نروحوا انشاء الله للمطبخ نشوفوا وش نوجدوا العشاء بالنسبة العشاء البنات رايح ندير بيتزا سوفلة عندي شوية لسوب قعدت لي من الفطر قلت نزيد معها بيتزا سوفلة يعني بزاف يحبوها الدراري وجدت هنا لابت ولي حبت هذ الوصفة بالتفصيل نخليها لكم هنا لفوق شوفوها هذ البيتزا سوفلة يخرجوا بزاف خفاف وبنان وجدت هنا شوية العميون دعشي مع شوية صلصة طماطم زيتون وشوية فلفل حلوم قطة عرقيق وبينسع الجبن ونبدأ انشاء الله في تحضير هذ الوصفة نحل اولا العجينة تاعمل نحاول نرققها لماكسيموم هذ العجينة بزاف هيلة تجيكم بها واحد الفيزا هيلة مجيش كامل يبسة تجيط طرية طرية يعني نتمنى تجربوا هذ العجينة وتقولوا لي عليها تقولوا لي ياريكم في دعليقات تحلوها رقيقة ضالة بسكرة زيت خمر ونزيد فوقهم شوية فلفل حلوم كتا رقيق كامل مع شوية زيتون شرائح ونزيد كمية مليحات على لابيوند عشي اللي كنت تبلتوا بشوية مع دنوس ملح وفلفل اسود بنسبة للوصفة اللي خليتها لكم هنا الفوق هي درتها بالمرقز وهذي درتها بالابيوند عشي تقدرو ديروها بالجاج غير بالفخومج من ديرو الهوال ويعني انتو ما ووش كان عندكم فولا كي حطيت لابيوند عشي رح نربي هنا شوية تاع الفخومج من فوق ونغلق مليح للبيتزا سوفلاء تاعي فولا كما كنت في البنات نحاول نثبت جيدا الاطراف تاعي باش متعوج تفتح يعني العجينة انا هذي الطريقة تاعين نبقى نلوي ونضغط حتى يجيني هذي الشكل الشباب وتتثبت العجينة تاعيم لي نتأكد انها ماش رايحة تتفتح معايا في الفرن نزيد معكم واحدة بسرعة اذا ننحل وندير الحش وكي ما راكم تشوفوا ندير كل شي على ضربة هذي البيتزا سوفلي نتمنى من كل قلبي تجربوها وتقلوا لي رأيكم فيها في التعليقات حتى صلصة الطماطم يعني درتها معاكم في بداية القناة كامل هي صلصة سهلة توجدوها برك في عشر دقايق نخلي لكم الرابط هنا لفق لحب تتحضر صلصة طماطم سريعة للبيتزا للمعجنات والمختلف انواع طبخات تاكم بعد ما وجدتهم دهنت السطح بصفر بيضة كنت درت له شوية خل لكي تنحى البيض ندهن المليح ونزيد نربي عليه شوية برك الجبن الأحمر وندخلها مباشرة للفرن ساخن من أسرار البيتزا وكل أنواع المعجنات انك تسخني الفرن مليح يعني يدير ه أعلى درجة وتسخني مليح قبل ما تدخلي البيتزا تاعت طيب الفرن كان بزف سخن وقدت برك 10 دقائق وكانت واجدة وما تخاف اللحم المفروم خضر وطعب يعني هائل على بل البيون داشي بالخف الطيب يعني ما تدي وقت كبير غير شوية سخانة مليح تكون طابت وليسوفلة رمواجدين كما كما تشوفو طريين بزف أنا كما ندير معك كامل لبيتزا وليسوفلين ندهنهم شوية بزيت الزيتون ونقول لكم شاهدكم في الجنة هاي لسوف بتاعي كنت قلت لكم بقتلين نخدم بزف لسوف في القريف وفي الشتاء صراحة نديرهم بزف حنا النساء العاملات يسلكونا بزف لسوف ونزيد معهم غير حاجة خفيفة بكن نفتح لكم خفيفة وفارغة ودير هذوك الفقاعة هذوك اللي يبول من داخل يعني بشتعرفوا بلي العجينة هيلة شوفوا معايا يعني مثقوبة كامل من داخل وليون دع شي طيبة يعني البنة ما نحكي لكم ما شاء الله نتمنى برك تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها نعتذر بركة للإضاءة رانا في الليل على بلكم شوية الإضاءة نقصة مش كما الإضاءة هكا تع نهار وهذه هي الشكل نهائي تع البيتزا سوف اللي ان شاء الله تكونوا سافتم لهذا فيديو وان شاء الله تكون عجبتكم واذا عجبتكم ما تنسوش عمروها عمروها بلاي لايك ونقول لكم نحبكم بزاف طالوا لي فروحكم ونتلاقو في فيديو مقبل سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ورحمة